السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نقوم بنسخ هذا الجدول تمام على الورد بالطريقة الصحيحة طبعا الجدول طويل جدا 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 فأنا لما أقول لما أحدد على اللي أبغى أنسخه وأقول نسخ ثم أروح لبرنامج الورد شوفوا شلون طلع من هنا فما أقدر أني إيش لو أجي طبعه طلع لي إلى الحد هذا فكيف نقوم نضبط الجدول نضغط على هذه العلامة المربع ضغطه وحده بعدين نروح لم تخطيط ونضغط على هذا الخيار اللي هنا بس سهم كذا من تحت تمام تم تضبيط الجدول الآن بس شو نسوي نقوم نغير بس باتجاهات كل خانة من خانات الجدول وتمام مبروك عليك قمت أن تغيرت التنسيق طبعا فيه شيء نقطة هامة ممكن أنت إذا جيت تسوي لسق كذا بالشكل هذا ممكن ما يطلع لك الشكل هذا ممكن يطلع لك بالشكل هذا تمام فالخيار الصحيح أنك تروح من هنا وكليك يمين تمام وتضغط على الاحتفاظ بتنسيق المصدر ثم تحدد على هذه المربعة وتروح لم تخطيط وتروح لم هذه ضغطة وحده وتمام مبروك عليك حصلت على الجدول نسخته بالطريقة الصحيحة بس هذا كان درسنا اليوم شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حوله لقوته إلا بالله